فيش حد بيتكلم غير على حاجة واحدة بس مباراة بكرة النادي الاهلي امام الترجي التونسي الحقيقة دايما ببقى سعيد جدا اما اقول كلمة احنا دخلنا عهد جديد احنا دخلنا عهد جديد دخلنا عهد ان المباراة القرى بقى التسعين ديئة فقط لا غير لا يوجد اي ازمات لا يوجد اي مشاكل الاستقبال الرائع والاستقبال التاريخي من جانب مسؤولي نادي الترجي التونسي من التنظيم الرائع من جانب الاخوة والزملاء في تونس استقبال سيادة السفير هناك السفير المصري للكابتن محمود الخطيب وبعثة النادي الاهلي كل حاجة على ما يرام حد بيتفرج يقول لي عمل عادي ما احنا بنستقبل بعض كويس وبيستقبلونا كويس وإحنا بلدنا التاني تونس وهم بلدهم التاني ايه جديد؟ الجديد حديث الاعلام التونسي عن النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي وموقف النادي الاهلي والنادي الاهلي ليس نادي النادي الاهلي مؤسسة من سنوات السنوات أو من سنين السنين اتبنت وبتتواصل عليها الأجيال انبارح سمعت حديث كتير جدا جدا على الاعلام التونسي على النادي الاهلي وهذا اللقاء وازاي الناس بتتكلم بشكل قوي عن النادي الاهلي ازاي الناس بتتكلم عن اللقاء ازاي الناس بتتكلم عن الترجي حيواجه فريق صعب فريق النهاردة متعود على البطولات فريق عاشق للكاسات النادي الاهلي عود الناس في افريقيا ان المكسب طبيعي والخسارة هي الازمة النادي الاهلي ليه دايما مظلوم وده سلوجن وعنوان ارجو الناس تحطه على السوشال ميديا وجمهور النادي الاهلي يحفروا كده في قلبه ليه النادي الاهلي دايما مظلوم لان عداد النادي الاهلي عداد النادي الاهلي النادي الاهلي بيعاقب على عدم الحصول على البطولة ولا يكافى الحصول على البطولة عادي رقم بيتحط في الدولاب رقم بيتحط في التاريخ واللي بعده ولكن ياه لو الاهلي ما خدش البطولة ازمة هو ده دايما دايما قدر لعبي النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيخشش بطولة عمرو يقول مش مهم دي ما فيش أنا دخلت بطولة نافس عليها خسرت البطولة أزمة والناس تزعل والناس تدايق والناس والناس كسب النهاردة أفريقيا بص بكرة على الدوري خلص الدوري بص بكرة على الكاس هو ده دي سمات النادي الأهلي فالحقيقة أنا بواجه كل الشكر وكل التحية لكل المسؤولين وكل الإعلام في تونس قبل اللقاء على الاستعداد الرائع للمباراة الاستعداد المتحضر وبالتالي طول عمر المعاملة بالمثل إن شاء الله بإذن الله حيبقى هنا استقبال أكثر من رائع إن شاء الله بإذن الله هنا احترام كبير من الإعلام لفريق الترجي التونسي ومسؤولي الترجي التونسي والإعلام التونسي واللعيبة الصابقين كلهم بقى حديثهم لأن في الآخر إحنا واحد كان بقى بيحصل زمان شد من هنا جملة من هنا أفشة من هنا قصة من هنا تسخينة من هنا خلاص ما عادش حد يعرف يسخن الصورة اللي أمام حضراتكم كابتل محمود الخطيب والسائد رئيس نادي الترجي التونسي وبعثة نادي الأهلي والساد السفير المصري ما عادش يعرف يسخن ما عادش يعرف يقولك في الاستقبال اعمل كذا وسوي كذا هات زمامير اعمل مش عارف إيه دا أن محدش بيداق حد كله عارف كله بقى عارف أن المباراة تسعين دقيقة داخل الملعب هو دا إحنا يهمنا من المقام الأول أكيد أن الأهلي يكسب ما بنتكلمش غير على كده والجانب التونسي ما بيتكلمش غير على الترجي يكسب وهو دا الموضوع وهو دا المهم وهو دا المهم لكن الحاجات اللي كانت موجودة زمان والشد والجذب والشحن انتهى نحن في زمن جديد من كرة القدم في شمال أفريقيا وفي أفريقيا وفي تحضر وفي لقاءات رائعة على فكرة هي دي رسالة كرة القدم نقفل دلوقتي بعد خمس دا هتلاقوني اتحولت واتكلمت والمباراة والأهلي والأهلي بينايم أفريقيا من المغرب والأهلي والبطولة على الأهلي دا حقنا ودا حقهم ولكن بشكل متحضر بشكل اللي احنا شايفينه وبشكل الرائع اللي احنا شايفينه محمد الشناوي وحديث ناس كتيرة اتكلمت الشناوي عالدكة مش هيقعد عالدكة الشناوي كابتن فريق النادي الأهلي الشناوي عامل دوره باقتدار كابتن فريق النادي الأهلي والشناوي موجود بكرة في اللقاء بديل لمصطفى شبير والنادي الأهلي كسب اثنين حراس مرمى دا الحديث النهاردة والرسالة النهاردة لمصطفى شبير ثم الرسالة لمحمد الشناوي واحد يقول لي يا عم احنا مش في المدينة الفضلة اشرح لنا بقى انت عايز تقول ايه انا عايز اقول ان في الاخر كل واحد منهم عايز يضيف بطولة لتاريخه حدش بيحب حد اكتر من نفسه انا عارف كده عشان الناس ستدقني ولكن محمد الشناوي عايز يقول وانا كابتن النادي الأهلي اخدت خمس ست سبعة عشرة لان هو بكرة او السبت اللي بعدي ان شاء الله بإذن الله البطولة الوية حيشيل الكاس فعايز يقول انا هو مصطفى شبير عايز يقول انا سديت مع النادي الاهلي انا كتبت تاريخ او قدمت اوراية اعتمادي لجمهور النادي الاهلي رسالة من هنا بقى لمحمد الشناوي ورسالة شكر وتحية ان الالتزام والصمت والهدوء والصبر هو اللي بيعمل نجوم وهي دي سماته ورسالة شكر وتحية لمصطفى شبير ان اللي زرعته حصدته بكرة ان شاء الله بإذن الله مفيش ضغط الاهلي فريق كبير انا ممكن اوجه رسالة كتيرة دلوقت احقوطتها تحت ضغط واللعيبة دي ومصطفى شبير وحرس المرمى وهنا والغلطة ونتحسب مفيش الكلام ده النادي الاهلي نادي كبير وبيلعب بشخصية البطل واحد يقول لي بكرة احنا هنتفرج على المنشو بس مفيش كورة الدنيا هتبقى مقفلة كده ويعني صق مش مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي متعود على المكسب النادي الاهلي لعب الترجل تونسي 12 مرة كسبوا هناك في تونس 6 مرات خسر 4 عدل 2 فده تاريخ النادي الاهلي هناك النادي الاهلي بيكسب بره ارضه زي وجوه ارضه مفيش اي مشكلة فاحلام وطموحات جمهور النادي الاهلي بكرة مع كولر هي ان شاء الله بدون مؤطعة هو المكسب ثم العودة هنا بقى يوم السبت القادم في استاد القاهرة الساعة 8 ومشهد مختلف او قصة تانية